فقرة التوب نيوز توب نيوز يعني خبر جديد وأكيد فيه تفاصيل مهمة جدا وهبدأ النهاردة بخبر نشر على الموقع الرسمي لنادي الأهل وخبر رسمي متعلق أن النادي الأهل بيطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة التسنين الأزمة المثارة دايما في قطاعات الناشئين النهاردة النادي الأهل اتخذ قرار أو اتجاه رسمي أنه أرسل خطاب لاتحاد الكرة بيدعو فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرع الناشئين بالأعمار المختلفة وقال النادي في خطابه أن هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية تتذكروا من أيام قليلة جدا كان المنتخب مواليد 2008 أعلنوا مرة واحدة كده أن فيه حوالي عشر لعيبة مش هينفعوا يكملوا في المنتخب وتعمل لهم اختبار كده اللي هو عشان يكشف مسألة الأعمار السنية هل شهدت المالات مضروبة هل السن ده مصبوط ظاهرة التسنين دي دمرت منتخبات وأندية وقضت على أجيال كبيرة جدا لكن الاتحاد لما أعلن في مواليد 2008 فيه عشر لعيبة وفي أندية كبيرة على فكر يعني الكلام ده حصل في أندية كبيرة ومنهم نادي لعب قدام النادي الأهلي في مباراة في قطاع الناشئين كان واضحة وضوح الشمس وأنا فاكر حتى في استاد الأشبال الكابتن أسامة حسني استعرض الموضوع والكابتن بدر رجب طلع يتكلم على الموضوع والكابتن علاء نبيل كمان طلع شرح بصفة المدير الفني لاتحاد القرى والمسؤول عن فكرة القطاعات والبراعين طيب أنت أعلنت وقلت أن فيه مشاكل عند عشر لعيبة وقلت الأزمة دي ضربت منتخب 2008 طيب أوكي إيه بقى الإجراء اللي خده للتحاد فيه ما بعد عشان يقنن أو يقدر يبدأ يشتغل على أن القصة دي ما تظهرش تاني أو ظهرية التسنيد دي ما تبقاش قاتلة للقرى المصرية ما فيش أي تحرك ما فيش أي موقف طب أنت أثبت ده في موارد 2008 وأكيد ده أضر قبل كده بال2005 وال2006 وال2003 احنا شايفين منتخبات الناشئين بقالها أكثر من 10 سنين ما بتحققاش حاجة الناس بتعمل معسكرات وبيتجمع العيبة وبتسافر وبتروح وتيجي ومصاريف بتتصرف وأول ما بتخش على المحق الرئيسي ما بتلاقيش المنتخب ليه؟ لعيبة مسننة إمكانيات مش بنفس الإمكانيات المراحل السنية دي لأن الاختبار الطب اللي يتعامل ده بيتعمل على مستوى البطولات القرية والدولية فالنهار ده النادي الآلي خد موقف وأعلن أنه بيطالب اتحاد الكورة أنه يشتغل يقوم بمهامه يقوم بمسؤولياته لا تطوير تحكيم ولا تطوير مسابقات ولا حتى كمان قطعات الناشئين فيها تطوير أو فيها مشاكل بتحاول تجد لها حل أمر صعب جدا فكان ده خبر مهم جدا توب نيوز أهم خبر النهاردة كان لازم نبدأ به لأنها قضية شائكة بشكل كبير جدا وقناة النادي الآلي كان دايما وأبدا بتشير لهذه القضية وبتتكلم عليها في الفترة السابقة شكرا